بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أحييكم مع بداية عام دراسي جديد أشرف بكم على مدار العام في شرح مادة البلاغة والآن أبنائي نبدأ أول درس من دروس مادة البلاغة مع المجاز أبنائي أمامنا الآن عنوان يقول المجاز اللغوي ما معنى كلمة المجاز؟ تعالوا معي أبنائي نتبين ذلك من خلال الأمثلة التي تعرض علينا هنا المثال أبنائي يقول بذرت تلك الحبة فصارت شجرة لها أوراق وثمار انظر إلى الكلمات التي تحتها خط الحبة شجرة أوراق ثمار هل ترى أن كل كلمة منها استخدمت في معنى غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة؟ وحد يسأل ما المقصود؟ كلمة حبة هنا بمعناها الحقيقي أي أنني أمسكت حبة من حبوب النباتي فوضعتها في التربة ثم صارت هذه الحبة إلى شجرة وهذه الشجرة لها أوراق ولها ثمار يأكل منها الإنسان والطير والوحش فالإنسان هنا والطير والوحش مستعمل في معانيه الحقيقية إذن كل الكلمات التي رأيناها أمامنا قد استعملت في المعنى الحقيقي إذن هذه حقيقة لغوية إذن لما نستعمل الكلمة في المعنى الذي وضعت له ولا نخرجها عن ذلك المعنى إذن هذه نسميها حقيقة لغوية ويعم نفعها على كل الخلق إذن لحظ معي يعم نفعها كل الخلق كلمة الخلق هنا قد استعملت في المعنى الحقيقي أيضا انظر هنا سمعت البحر يعظ الناس ومعي شموس ترتوي من فيضه كلمة البحر هنا هل ترى أنها قد استعملت في المعنى الحقيقي وهو الماء بين شاطئين إذن هل البحر يسمع إذن أفهم من ذلك أنني سمعت رجلا عالما يشبه البحر في غزارة علمه إذن أنا شبهت ذلك العالم بالبحر ولم أستعمل العالم هنا في الكلام إذن كلمة البحر هنا ما المراد بها هل هو البحر الحقيقي أم العالم العالم إذن كلمة البحر هنا استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة لأن كلمة البحر هنا تستعمل في ماء بين شاطئين نكمل المثال ومعي شموس ترتوي من فيضه يعني الشموس هنا جلست تستمع إلى ذلك البحر فهل هي شموس حقيقية جمع شمس أم هم رجال يتعلمون من ذلك العالم الذي يشبه البحر في علمه إذن كلمة شموس كذلك هنا استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة إذن تجاوزت الكلمة هنا كلمة البحر وكلمة الشموس معناها أم لم تتجاوز نعم تجاوزت لذلك نسميها المجاز اللغوي تعالوا أيضا إلى هذا المثال شربنا ماء النيل السلسبيل ماء النيل هنا هل يستطيع أحد أن يشرب ماء النيل ككل؟ بالطبع لا ولكنه يشرب جزءا من ماء النيل وليس كل ماء النيل إذن كلمة ماء النيل هنا استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له لأن ماء النيل هذا كل وأنا لا أشرب الكل أشرب الجزء إذن لاحظنا هنا أن كلمة البحر وكلمة شموس وكلمة ماء النيل انتقلت من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي عند الانتقال أبنائي لابد أن تكون هناك علاقة تربط بين الحقيقي والمجازي إذن البحر مقصود به عالم فالعالم يشبه البحر والشموس هم رجال والرجال يشبهون الشموس في إشراقهم أو في مكانتهم إذن هنا العلاقة بين المعنى الحقيقي للبحر والمعنى المجازي وبين الشموس ومعناها المجازي وهم الرجال المعنى هنا والعلاقة هنا هي المشابهة فهم يشبهون الشموس وهو يشبه البحر لكن في ماء النيل هنا أبنائي هل جزء ماء النيل يشبه كل ماء النيل؟ أقول لا إذن انتقلت الكلمة ها من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لعلاقة هذه العلاقة قد تكون المشابهة وقد تكون غير المشابهة انظر هنا رأيت الطالب يمسك بالقلم هذا تعبير في الجمل السابق أبنائي تحدثنا عن كلمات البحر الشموس ماء النيل لكن هنا رأيت الطالب يمسك بالقلم هذه جملة ويكتب المثال ويفكر في معانيه البلاغية تكملة للجملة هذه الجملة كلها قد استعملت في المعنى الحقيقي ولا يقصد بها شيء غير ما قلناه تعال إلى مثال آخر صديقي يقدم رجلا ويؤخر الأخرى في خطبة هذه الفتاة هل واحد يقدم رجل ويرجع بالأخرى هل هذا المعنى هو حقيقي أقول لا ولكن هو متردد إذن هذه الجملة أبنائي لم يقصد بها الألفاظ التي استعملناها ولكن قصدنا معنى آخر إذن انتقلت هذه العبارة ككل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إذن أفهم من هذا أبنائي أن الانتقال قد يكون في المفردات وقد يكون في العبارات أي في الجمل إذن كأن المجازة والحقيقة قد تكون في المفرد وقد تكون في الجملة إذن عرفنا أن جملة صديق يقدم رجلا ويؤخر الأخرى في خطبة هذه الفتاة هذا مجاز نعم ولكن في العبارات يعني التراكيب يعني الجمل نستنتج من هذه المقدمة أبنائي أن استعمال الكلمة أو العبارة في معناها الحقيقي الذي وضعت له يسمى الحقيقة اللغوية إذن ما هي الحقيقة اللغوية أبنائي هي استعمال الكلمة أو العبارة في معناها الحقيقي الذي وضعت له أما استعمال الكلمة أو العبارة في غير معناها الذي وضعت له فهذا يسمى المجاز اللغوي إذن ما هو المجاز اللغوي؟ هو استعمال الكلمة أو العبارة في غير معناها الذي وضعت له في أصل اللغة كلمة المجاز أبنائي ما أصلها؟ يعني انظر معي لو أنني أقف في مكان ثم انتقلت إلى مكان آخر أقول لك تجاوزت المكان إذن أصل كلمة مجاز من الفعل جازة يجوز فقد تكون كلمة مجاز مصدرا ميميا أو اسم مكان لو جعلناها هذا فالأصل فيها مجوز لأن الجذر اللغوي فيها من مادة جوازاء الجيم والواو والزاي إذن كلمة مجوز على وزن مفعل قلبت الواو فيه ألفا لم نقل مجوز ولكن قلنا مجاز لأن الواو تحركت بحسب الأصل الواو تحركت كما ترى وانفتح ما قبلها وهو الجيم بحسب الأصل لأن مادتها كما قلت جوزة إذن تحركت الواو بحسب الآن كما ترى وانفتح ما قبلها بحسب الأصل فقلبت هذه الواو إلى الألف فصارت الكلمة مجاز إذن قلنا إن كلمة مجاز بوزن مفعل وهو مصدر ممي بمعنى الانتقال واصطلاحاً هو اللفظ المستعمل في غير معناه الحقيقي لعلاقة لكن كما بيّنت لكم أبنائي العلاقة تختلف فقد تكون العلاقة هي المشابهة وقد تكون العلاقة غير المشابهة لابد أيضاً أن تكون هناك قارينة ما نع من إرادة المعنى الأصلي يعني في الكلام الذي قلناه قبل ذلك كانت هناك استحالة أن يكون هناك بحر ها ونحن نستمع إليه إذن نقول هكذا قارينة ما نع من إرادة المعنى الأصلي المجاز نوعان المجاز المرسل الاستعارة إذن المجاز له نوعان إما أن يكون مجازاً مرسلاً وإما أن يكون استعارة وحد يقول كيف أفرق بينهما أقول الاستعارة علاقتها المشابهة والمجاز المرسل علاقته متعددة غير المشابهة ولذلك هو سمي مرسلاً أي مطلقاً يُفرق بين المجاز المرسل والاستعارة بالعلاقة فإن كانت العلاقة هي المشابهة فالكلام استعارة وإن كانت العلاقة غير المشابهة كان الكلام مجازاً مرسلاً أولاً المجاز المرسل المفرد نحن قلنا قد يكون المجاز في مفرد أي في كلمة وقد يكون في عبارة أي في تركيب أو جملة لما نقول هنا قبضت الشرطة على عين للأعداء تنقل أخبارنا هل بالفعل أبنائي الشرطة تأتي على عين حقيقية وتقبض عليها أم قبضت على رجل يستعمل عينه في نقل الأخبار نعم إذن هذا هو الجاسوس إذن لم تقبض الشرطة على عين ولكنها قبضت على جاسوس يعني على شخص إذن هنا ما العلاقة بين العين ككلمة انتقلت من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي والمراد بها الجاسوس نقول هي جزءه وهي أهم جزء في ذلك الجاسوس لأننا لا نرسل يعني إنساناً لا يرى حتى يتحسس أخبار عدو إذن العين جزء مهم لذلك استعملنا العين هنا إذن هذا مجاز مرسل ما علاقته علاقته الجزئية ما القرينة الدال على أن كلمة عين هنا مستعملة في غير معناها الحقيقي أقول استحالت أن تقبض الشرطة على عين إذن هنا القرينة هنا قرينة عقلية سؤال لما سمي هذا النوع من المجاز مرسلاً؟ قلنا المجاز نوعان استعارة و و نعم مجاز مرسل فلماذا سمي مرسلاً؟ نقول هنا سمي المجاز مرسلاً لأن المطلق يعني غير مقيد بعلاقة واحدة رأينا أن الاستعارة علاقتها واحدة هي المشابهة أما المجاز المرسل أي المطلق عن القيد بعلاقة واحدة فعلاقاته متعدداً نعم علاقات المجاز المرسل متعددة لذلك سمي مرسلاً أي مطلقاً عن التقيد بعلاقة واحدة والاستعارة وإن كانت من المجاز إلا أنها مقيدة بعلاقة واحدة هي علاقة المشابهة للمجاز المرسل علاقات متعددة تفهم من سياق الكلام لكن كيف نستطيع أن نحدد نوع العلاقة ننظر هنا السؤال كيف نحدد نوع العلاقة يعني مثلا المجاز المرسل قد تكون علاقته الجزئية أو الكلية أو الحالية أو المحلية إلى غير ذلك فكيف أحدد العلاقة؟ انظر هنا نستطيع تحديد العلاقة بأن نتأمل اللفظ المذكور في الكلام يعني المثال الذي أتيت به من قليل وهو قبضت الشرطة على عين كلمة عين هنا استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له وقلنا المراد بها الجاسوس إذن العين هنا جزء والمراد بها الجاسوس وهو كل إذن هل العلاقة هنا هي جزئية أم هي كلية؟ أقول لك ما الذي ذكر في الكلام؟ الذي ذكر في الكلام هو الجزء إذن تسمى العلاقة بالمذكور في الكلام فتكون العلاقة نعم جزئية إذن نحسب العلاقة به أي بالمذكور في الكلام وليس باللفظ المراد مثال ذلك كلمة عين أو كلمة عيون في قولنا أرسلنا العيون وحد يقول كيف لما نأتي مثلا بمثال ونقول أرسلنا العيون تتحسس أخبار العدو إذن كلمة العيون هنا قد استعملت في غير معناها الحقيقي والمراد بها الجواسيس والمذكور هنا وهي العيون هي الجزء من ذلك الجاسوس فسميت العلاقة هنا جزئية لذا كانت العلاقة كما بينا هي الجزئية تعالوا أبنائي نتعرف إلى مجموعة من العلاقات من علاقات المجاز المرسلة أول علاقة نتحدث عنها هي السببية ونقول ما المراد بالسببية؟ نقول إطلاق السبب وإرادة المسبب يعني كما بينا قبل ذلك نحن نأتي بالجزء ونريد الكل فنحن نقول هنا السبب ونريد الأمر المسبب ولذاك تسمى العلاقة السببية تعالوا إلى الأمثلة يقول الشاعر له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها انظر هنا له أياد أهل العقل يقول له أياد يعني أتى بأياده ووضعها علي أم أنه له فضل علي إذن كلمة أياد هنا ليست في معنىها الحقيقي ولكن هي بمعنى الخير والفضل والعطاء إذن كلمة أياد انتقلت نعم إذن المراد بها الفضل والعطاء نعم إذن ما العلاقة بين الأياد في معنىها الحقيقي وهي جمع يد والمعنى المجازي وهو الفضل والعطاء نقول اليد سبب إذن العلاقة هنا نعم سببية إذن هل هنا قرينة نعم القرينة هنا منع من إرادة المعنى الأصلي لأنه العقل يقول يستحيل أن تكون الأياد هنا على المعنى الحقيقي أنه أتى بأيديه ووضعها علي مثال آخر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والجزاء سيئة سيئة مثلها انظر هنا يعني لو أن أحدا أذاني وأساء إلي فهو نال عن ما فعل سيئة لكن الآن سيئة مثلها بمعنى لي الحق أن أقتص منه إذن السيئة الثانية التي تحتها الخط هنا هي قصاص وهذا حقي إذن لماذا كان سيئة إذن كلمة سيئة هنا المراد بها القصص فقد استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له ما العلاقة بينهما السيئة كانت سببا في ذلك القصص لكن القرآن الكريم أبنائي عبر هنا بكلمة سيئة حتى يبين لنا أنه ولو كان من حقنا أن نقتص لمن ظلمنا إلا أنها سيئة كأنه تنفير لنا من أن نرتكب مثل هذا ومن عفى وأصلح أبنائي ومن عفى وأصلح هكذا وهذه أخلاقنا أخلاق الإسلام التي تدعو إلى السماح والعفو انظر هنا أيضا إلى قوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ طبعا هنا كسبت أيديكم الأيدي ها هي سبب هي سبب في الكسب لذلك تكون العلاقة هنا كما بينا علاقة السببية انظر إلى قوله تعالى وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ فكلمة عاقب هنا أيضا هي في معنى السيئة التي قلناها قبل ذلك لأنني لما أقتص ممن ظلمني فأنا لا أعاقبه هذا قصاص ولكن سمي كذلك لأن العقاب كان أصله وسببه إذن هنا العلاقة هنا سببية وكما قلنا القارين هنا قارين عقلية معي علاقة أخرى أبنائي وهي المسببية إذن هذه هي العلاقة الثانية المسببية والمسببية هنا هي إطلاق السبب وإرادة المسبب هنا تكون على العكس من الأولى إطلاق المسبب وإرادة السبب يعني الأولى كانت إطلاق السبب وإرادة المسبب هنا إطلاق المسبب وإرادة السبب تعالوا ننظر هنا في أمثلتها انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وينزل لكم من السماء رزقا عالي العقل هنا يقول أن الرزق يأتيني من السماء يعني أنا الآن وأنا جالس ها أنظر إلى أرغفة من الخبز تأتي أمامي ها إذن الذي ينزل من السماء هو ذلك المطر الذي يتسبب في الرزق ها من ثمار ومن خضرة وما إلى ذلك من أنواع الرزق فحتى الحيوان يكون ها يكون أيضا مسببا من ذلك الرزق الذي ينزل من السماء نعم لأن الماء ينبت الكلأ والعشب الذي يأكله الحيوان وأنا أرتزق كذلك على ذلك الحيوان إذن كأن السماء لا ينزل منها الرزق ولكن ينزل منها الماء إذن ما العلاقة بين الرزق والماء الرزق أبنائي مسبب عن الماء إذن أطلقنا هنا المسبب وهو الرزق وأردنا الماء وهو على الحقيقة هو الذي ينزل من السماء والقارينة كما قلنا عقلية ننظر أيضا إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا هم يأكلون طعاما ولكن هذا الطعام وهذا الأكل الذي يأكلوه سيكون سببا في دخولهم النار إذن النار هنا مسببة عن أكلهم أموال اليتام إذن النار هنا مسببة نعم إذن العلاقة هنا المسببية والقارينة كما قلنا عقلية انظر إلى قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباطي الخيلة كلمة القوة هنا أبنائي هل أنا أستطيع أن أكون عادا للقوة ولنفهم أن هناك قوة وجمعها قوات وقوة وجمعها قواء فلاحظ معي هنا نحن نستطيع أن نجهز خيلا ونجهز طائرات ودبابات وصواريخ وهذه هي السبب في القوة إذن أنا لا أعد القوة ولكنني أعد مسببات القوة ولكل عصر أسباب قوته إذن القوة هنا أبنائي هي مسببة عن أدوات القتال التي نعدها إذن كلمة قوة مستعملة في معناها المجازي لذلك مجاز مرسل ما علاقته المسببية لأن القوة كما قلنا مسببة عن أدوات القوة ولاحظ هنا أبنائي أن هذه الآية ليست دعوة إلى الاعتداء ولكنها دعوة أيضا إلى معنى الاعتداء لأن ذلك العدو إن رآني أنا في قوة أحجم عن مداهمتي والهجوم علي إذن كأنها دعوة للمسالمة والآن نتحدث أبنائي عن علاقة الجزئية وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل لأن أنا أذكر في المثال الجزء وأريد الكل تعالوا نرى من خلال الأمثلة قال الشاعر كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون نلاحظ هنا أن كلمة العيون هنا مستعملة في غير معناها الحقيقي والمراد بها الجواسيس ولأن العيون هي جزء سميت العلاقة الجزئية انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتزمل قم الليل إلا قليلا كلمة قم هنا المراد بها أبنائي هي الصلاة ولأن أشرف جزء في الصلاة قيامها وهو أكثرها تعبا ومشقة فذكر القيام قم والمراد بها الصلاة إذن القيام جزء أصيل من الصلاة إذن هنا كلمة قم قد استعملت في معنى غير المعنى الذي وضعت له في أصل اللغة والمراد بها الصلاة إذن العلاقة هنا الجزئية وفي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنه من قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقابة مؤمنة يعني هنا هذه دعوة إلى تحرير العبيد وهذا مما تميز به ديننا الحنيفة فكلمة رقبة هنا هل أنا أحرر رقبة أم أحرر عبدا أحرر عبدا إذن لماذا ذكرنا هنا كلمة الرقبة هذا تشريف للإنسان وتمييز له عن بقية المخلوقات فالحيوان أعدكم الله يربط من رقبته لذلك تشريف الإنسان أن يفك قيده ولا يكون عبدا أبدا إلا لله عز وجل فالرقبة هنا أبنائي هي جزء من ذلك العبد لما نقول هنا ألقى الشيخ كلمة كان لها أثر في النفوس فكلمة كلمة التي تحتها الخط هنا هل وقف الشيخ وألقى كلمة واحدة أم قال كلاما إذن هو ألقى خطبة ما العلاقة بين الكلمة والخطبة نقول هكذا الكلمة جزء إذن العلاقة هنا جزئية تنبيه انظروا أبنائي شرط علاقة الجزئية أن يكون الجزء المذكور له زيادة اختصاص بالمعنى المراد كما بينا في العيون التي يراد بها الجواسيس وكما بينا في الراقبة التي يراد بها العبد وكما بينا في الكلمة التي يراد بها الخطبة أن لا يتحقق الكل إلا بذلك الجزء المذكور فلا يتحقق لا تتحقق العبودية العبد إلا أن يكون فيه رقبة ولا للجسوس إلا أن يكون فيه عين أي أنه أصلح الأجزاء للتعبير عن الكل عندنا أبناء أيضا علاقة تسمى الكلية وهي إطلاق الكل وإرادة الجزء هذه عكس الجزئية انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم لما تنظر ابن الكريم إلى كامة الأصابع إذن هنا الأصبع له طول والأصابع مجموعة هل تستطيع أن تجعل الأصابع مجموعة في داخل أعماق الأذن؟ أقول له ولكن الذي يدخل هو جزء من تلك الأصابع وهو مقدمة أصبع مقدمة أصبع واحد وهي الأنملة إذن لماذا؟ كانت تعبير في القرآن الكريم بالأصابع لأنهم يكرهون ما يسمعون فلو استطاعوا أن يضعوا أصابعهم كلها وضعوها لذلك كانت تعبير بالكل وإرادة الجزء إذن كانت الأصابع مستعملة في غير معناها الذي وضعت له والعلاقة هنا كما بينا الكلية لأنه أطلق الكل وأراد الجزء أيضا شربت ماء زمزم كما قلنا قبل ذلك شربنا ماء النيل فلا أحد له طاقة أن يشرب ماء زمزم أو ماء النيل فنحن هنا أطلقنا الكل وأردنا الجزء فالعلاقة هنا الكلية إلى هنا أبنائي وبناتي تنتهي حلقتنا اليوم سعدت بكم شكرا لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر